نعم هذا الاجتماع انعقد صباح اليوم الساعة الثامنة بتوقيت المحلي أي قبل نحو ساعتين من الآن وهذا الاجتماع قد جاء بناء على دعوة من كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمفوضية العامة لشؤون اللاجئين والتابعة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية وقد تم خلال هذا الاجتماع مراقشة العمل المشترك من أجل دعم المساعدات الإنسانية لشعب السوداني في ظل الظروف الصعبة التي مر فيها السودان حاليا وطالب المشاركون في الاجتماع الجهات المتناحرة الأطراف المتناحرة في السودان بالمجيء للمملكة العربية السعودية ومدينة جدة تحديدا من أجل إجراء مفاوضات لحل هذه الصراعات الدائرة في السودان ونزع فتيل هذه الأزمة كما دعوا إلى إنشاء ممرات آمنة لخروج المدنيين من الأماكن التي تقع فيها الصراعات وتوفير أيضا ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق مختلفة من السودان هذا الاجتماع يعتبر من الاجتماعات الهمة جدا بالنسبة للأمم المتحدة ولدول الجوار لأن هذا الاجتماع يلقي الضوء على المعاناة الإنسانية التي يعانيها المدنيون في السودان جراء هذه المعارك الدائرة منذ أشهر وسيكون هناك مقرارات تخرج للإعلام بعد قليل عن الاتفاقات أو البنود التي تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع طيب ماذا أيضا سهيل عن اجتماع اليوم ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتونياهو ما هي المعلومات المتوفرة حوله متى سيكون؟ نعم من المفترض أن يبدأ هذا الاجتماع بعد عشر دقائق من الآن هنا في نيويورك في أحد الفنادق القريبة من الأمم المتحدة هذا الاجتماع كان مثار جدل كبير هنا في الولايات المتحدة وذلك بعد رفض الرئيس الأمريكي دعوة بن يمين نتونياهو إلى البيت الأبيض في ظل التوتر الواضح بين الإدارة الأمريكية الحالية والحكومة الإسرائيلية التي تعتبرها الإدارة الأمريكية أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا في تاريخ الإسرائيلي وبالتالي كان هناك نوعا من التباعد بين الطرفين ولكن جراء الضغوط التي مورست من الجهات مختلفة في الولايات المتحدة على الإدارة الأمريكية تم التنسيق هذا اللقاء على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف يلتقي بايدن بين نتونياهو لحوالي 40 دقيقة سوف يتم مناقشة الوضع بالنسبة لإيران ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل وأيضا سوف يتم مناقشة عملية السلام مع الفلسطينيين والدعم الأمريكي لحل الدولتين وبحسب جدولة الكلمات سهيل في اجتماعات الجمعية العامة في هذه الدورة اليوم من هم أبرز المتحدثين؟ نعم أهم المتحدثين في جلسة اليوم هما بالنسبة للدول العربية هي موريتانيا ولبنان وليبيا وهناك الكثير من الاهتمام بالنسبة للخطابات سواء اللبنانية أو الليبية لأن لبنان يعاني من الكثير من المشاكل الاقتصادية والمالية وسوف يتم طرح هذه المشاكل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأيضا سيكون هناك الخطاب الذي سيلقيه وزير الشباب الليبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وسوف يكون بأهمية كبيرة لأنه بعض الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا من جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة الساحلية شرقي ليبيا سيكون هناك اهتمام كبير بهذا الخطاب الذي سيكون في الفترة المسائية من الخطابات لهذا اليوم وبالتالي سيكون في وقت مبكر من فجر يوم غد بالنسبة لتوقيت القاهرة فلذلك سيكون هناك مع فرق التوقيت سيكون هناك تأخير في هذه الخطابات بالنسبة للخطاب اللبناني أو الخطاب الليبي وبشكل عام سهيل كيف ترصد النشاط العربي في اجتماعات هذه الدورة للأمم المتحدة نعم حتى اللحظة ممكن أن نقول أن هناك كان قاسم مشترك حتى الآن في الخطابات العربية التي استمعنا إليها القاسم المشترك هو الحديث عن القضية الفلسطينية الحديث عن رغبة الدول التي تحدثت سواء كانت قطر الأردن الجزائر عن وجود حل للقضية الفلسطينية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما تحت الاحتلال الإسرائيلي وكان هناك أيضا حديث عن المشاكل المناخية وعن نقص المياه وكان هناك أيضا حديث عن سوريا وعن اللاجئين السوريين والحاجة للدعم فهذا كان قاسم مشترك بين الخطابات العربية التي تم إلقاؤه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى اليوم مراسل الغد يا سهيل الشاعر كنت معنا من نيويورك شكرا لك